هيا يا ماما التجبرات بدأت أنا هروح ألبس لبس العيد ده الفستان نوة يلا لبسي يا نورة ميتي وأنا كمان هروح ألبس الفستان بتاعي خلاص يلا جهازوا لحد ما حضر أنا الفطار متعودين دايماً فطار أول يوم العيد بيكون طبعاً حليب أو شاي أو أي حاجة سخنة وجنبه بقى البسكتات بدعة العيد والنواعم والبتيفور والكحك يلا بقى علشان تفطري لا يا ماما أنا مش هشرب لبن طب عايزة إيه؟ عايزة كورنفلكس خلاص جبتلك الكورنفلكسر أنا مش بحب دي أنا عايزة الملون ماشي خلاص أعملك من الملون ده الحلقات وضفت عليه الحليب وكده جاهز أنا بيتها ماما شطورة ما شاء الله إيه الأمر ده؟ مولك نورة بتقولوكم ما تنسوش اللايك أنا جاهزة واو إيه الجمال ده؟ إيه رأيك في فستاني يا ماما؟ جميل قوي ما شاء الله كل سنة وإنت طيبة وإنت طيبة يا ماما فين العدية؟ اتفضلي لا يا ماما هاتي تاني خلاص هاتي دي آه هاتي دي حلوة دي؟ لا يا ماما أنا عايزة 70 جنيه اشمعنا 70 جنيه يعني؟ عشان أنا أكبرت خلاص العيد الجاي أهلان أهلان بالعيد فرحان فرحان بالعيد هه 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 هحطها في الشنطة بقى هروح لأصحابي بقى يا ماما يكون أحسن برضو لحد ما جاهز أنا بقى الغداء طبعا الغداء بيكون في يوم العيد فيزيخ ورنجة هي بتكون طبعا المعدة لسه متعودتش على الحاجات دي بس احنا طبعا ما نقدرش نعدي يوم العيد كده من غير الفيزيخ ورنجة ممكن تاكلوا كمية قليلة جهزت بقى الرنجة بنحطها في الصينية كده علشان تأشر الاشرب اللي هي اللي من برة وبعد كده فتحتها وطلعت بقى البطارخ وجميلة قوي وبعد كده بشيل منها السلسلة وجهزها بقى ماشي انت هتاكل معنا رنجة ماشي انت هتاكل معنا رنجة؟ اه ماما بابا منتو صغيرة بتحب الرنجة جدا بس مش عارفة عمل ايه يعني بس يلا ان شاء الله ربنا يسترها وهنا بقى جهزت الفيزيخ وكده الغدى جهز يلا تعالوا علشان تاكلوا لا يا ماما انا مش بحب الحاجات دي لا ما مش بحبها طعمها وحش انا هعمل عظيمة انا واصحابي خلاص براحتك بقى كل سنة وانتو الطيبين وما تنسوش اللايك باي باي اهلا اهلا بالعيد فارحان فارحان بالعيد هه 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 نهاية ترجمة نانسي قنقر